الأستاذ فاضل سليمان تفضل بالرد مشكورا على المقطع البسيط الذي عملته تحت عنوان خطأ خاتل في القرآن نبدأ نشوف الرد على بركة الله تفضل أستاذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإنبارع فيه في إحدى الرسائل اللي جات لي واحد طالب مني أن أرد على فيديو جديد عمله واحد منصر معروف اللي هو اسمه رشيد دائما بيعمل كده حلقات بيجذب فيها على القرآن وعلى الإسلام وكده وأنا عادة ما بردش على الناس دين مرح معدوش في وقت يرد على حاجات اللي بيعملوها أول ملاحظة بعض المسلمين في ردودهم لازالوا لم يتعلموا أبجديات الرد والحوار دائما تسمعهم يقولون المدعو أو عدو الله أو في هذه الحالة منصر معروف اسمه رشيد هذه القضية تعلموها من محمد نادى أبي الحكم بأبي جهل ونادى عمه بأبي لهب ودائما لابد أن ينعت الناس بألقاب أو يلصقها بهم ثم يقول الأستاذ أنه عادة لا يرد لأنه ما عندوش وعد شكرا لأنك رديت هذه المرة وأخذت من وقتك التمين تسدقائك على فكرة هل كل الشيوخ ما عندو مش وعد؟ بيعملوا إيه؟ ما علينا نكمل استهواني نبص بصا للفيديو كمان قصير فبصيت عليه لقيته بيقولك أن فيه خطأ قاتل في القرآن إيه بقى الخطأ القاتل ده؟ قالك أنه القرآن فيه آية اللي هي الآية 32 في الماء ده اللي بتقول من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قدر الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا قالك ده خطأ قاتل ليه بقى؟ قالك مدام ربنا بيقول أو يعني عندكم في القرآن بيقول من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل هيكون كتب عليهم فين يعني؟ التوراة أو الزبور والزبور عبارة عن أناشيد روحيه يبقى أكيد في التوراة؟ إيه رأيكم بقى أن التوراة ما فيش فيها الآن دي؟ يبدأ خطأ قاتل عندكم والآية دي موجودة لكن في التلمود اللي هي شروح وتعاليم تناقلها أحبار اليهود عبر الزمان ماشي؟ يبقى ألا هو بيقول بقى أن الفابرق القرآن عندكم واللي كتب القرآن عندكم اتلخبط معرفش هي في التوراة ولا حاجات مشروحة فرح كتب كتبنا على بني إسرائيل كتبنا على بني إسرائيل يبلز لها في التوراة ويمش في التوراة فده خطأ قاتل طيب في الحقيقة نقل المعضلة كما هي وهو شيء يحسب له وحيي فيك ذلك رغم أنه يقول أنه عادة لا يرد على مثلي لأنه مش فاضي شكرا لأنه على الأقل أجبت هذه المرة لكن ماذا عن باقي الشيوخ والعلماء؟ مش فاضين أيضا؟ مش عارف نكمل نشوف أول خطأ زرع رشيد في رأس المشاهد هو أنه أوحى له أن بني إسرائيل لم ينزل لهم إلا موسى كنبي وأن التوراة والزابور هم دول بس الكتابين لنزلوا البني إسرائيل أنا لم أقول أن بني إسرائيل لم ينزل لهم إلا موسى كنبي ولم أقل أن كتب بني إسرائيل هي التوراة والزبور فقط أنا قلت أن الوحي في الإسلام لبني إسرائيل لا يوجد إلا في التوراة والزبور ولم يذكر القرآن أي كتب آخر لهم اليهود والمسيحيون يعرفون أن هناك كتب الأنبياء لكنهم أيضا يعرفون أن التشريعات لم تأتي إلا في التوراة وما دام القرآن يقول كتبنا على بني إسرائيل أي فرضنا وشرعنا فالتشريعات أو الشريعة لا توجد إلا في التوراة فقط ولذلك تسمى أصفار الشريعة إحنا كمسلمين نؤمن أن هناك آلاف الأنبياء نزلوا لبني إسرائيل وصحف كثيرة جدا لبني إسرائيل موسى الوحد نزله صحف كثير يعني اللي فاكر أن سيدنا موسى ما نزلوش إلا التوراة بمخطئ لاحظوا أنه يقول أن هناك الآلاف من الأنبياء نزلوا لبني إسرائيل والصحف كثيرة نزلت لبني إسرائيل قل لنا ما هي هذه الصحف وما هي أسماؤها يقول اللي فاكر أن موسى لم ينزل له إلا التوراة يبقى مخطئ هل ممكن تعطينا أسماء الكتب الأخرى التي نزلت على موسى في العرف القرآني والإسلامي؟ سورة النجم 36 ربنا يقول إيه؟ أم لم ينبأ بما في صحف موسى؟ يبقى موسى نزله عدة صحف بما أن القرآن يقول صحف موسى إذن موسى نزل عليه عدة صحف دعنا نرد على هذه الجزئية بتفصيل إذن الحجة هي حجة الصحف أفراية الذي تولى وعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى؟ إذن ما دام القرآن قال صحف موسى إذن في صحف كثير إن هذا لا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الرد بسيط جدا ماذا قال المفسرون؟ القرطبي قال يعني الكتب المنزلة عليه ماء الصحف هي نفسها التوراة ما فيش أي فرق وأما الصحف فإنها جمع صحيفة وإنما عنية بها كتب إبراهيم وموسى الطبري للأعلى 19 يعني هي هي أنت ما فسرت الماء بالماء طيب الصحف الأولى مذكورة أو يرمز تنعت بها كل الكتب السابقة وقالوا لو لا يأتين بآية من ربي أولم تأتين بيينة ما في الصحف الأولى الصحف الأولى كل الكتب الأولى عن مجاهد الصحف الأولى التوراة والإنجيل تفسير الطبري القرآن أيضا سمي صحفا يتلو صحفا متهرة فيها كتب قيمة إذن لو كانت صحف تعني كتب أخرى يعني هيصير أنه القرآن أيضا أو محمد أيضا نزلت عليه كتب أخرى غير القرآن وهذا طبعا سينقض دليلك جزئية الصحف إذن رديت عليها نشوف بقية رد فاضل سليمان البقرة 53 وإذ آتينا موسى الكتابة والفرقانة لعلكم تهتدون إذن سيدنا موسى أوتي الكتاب والفرقان إيه الفرقان ده قد تكون كتاب آخر اسمه الفرقان قد تكون وحي هو بتأكيد وحي يعني إحنا جبنا له الفرقان إذن هو وحي من الله زي ما كده عندنا القرآن والسنة إلا اتنين وحي لكن القرآن وحي من الله بألفاظ وبكلام الله والسنة وحي من الله بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم واتعبره وعنا يبقى ممكن الكتاب هنا هو التوراة بألفاظها التي نزلت من الله والفرقان يكون وزدم يكون الشيء من الحكمة أوتيها سيدنا موسى في هيئة وحي لكنه عبر عنها بكلامه هو ممكن ده يكون تم تناقل هذه التعاليم شفاهيا عبر الزمان التلمود هو التعاليم الشفاهية verbal instructions اللي الأحبار من بني إسرائيل تناقلوها عبر الزمان منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف ومنها ما هو موضوع يزعم فاضل سليمان أن هناك احتمال أن الفرقان يكون عبارة عن وحي دونه موسى أو نقله شفاهيا وتناقله الأحبار وضعه في التلمود شوف اللفة وفي الحقيقة هذه تخريجة لا يقول بها أي شخص درس الإسلام أو درس الأسفار اليهودية فاليهود يفرقون جيدا بين ما يعتبرونه أقوال الله ويضعون لها أحكام خاصة حتى في طريقة الكتابة وطريقة نقلها وبين الأقوال البشرية حتى لو كانت أقوالا لعلمائهم فيضعونها في التلمود لأنها ليست أقوال الله لا يوجد أي وحي آخر موازي هذا من وحي خيال أستاذ فاضل أحلى شيء أحلى شيء كان في كلامه أن الأستاذ فاضل يتعامل مع التراث اليهودي بنفس عقلية التراث الإسلامي منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف ومنها ما هو موضوع ناقص يقول وعندهم أيضا أبو هريرا اليهودي رضي الله عنه وأرضه الآن أرد على كلمة فرقان هل فعلا تعني أن موسى كان عنده وحي آخر اسمه الفرقان الحجة الثانية إذن حجة الفرقان وآتينا موسى الكتابة والفرقان المفروض عنده كتابين الكتاب والفرقان طب تفسير فاضل الفرقان وحي آخر غير التراث تعال نشوف ماذا قال المفسرون الطبار مثلا قال يعني بقوله وإذ آتينا موسى الكتاب واذكره أيضا أتين موسى الكتاب والفرقان ويعني بالكتاب التوراة وبالفرقان الفصل بين الحق والباطل يعني الفرقان معناها ما جاء في التوراة من فصل بين الحق والباطل نفس الشيء يعني الفصل الموجود داخل التوراة عن مجاهد قال الكتاب هو الفرقان فرقان بين الحق والباطل يعني التوراة نفسها هي فرقان تفرق بين الحق والباطل عن ابن جريج قال ابن عباس الفرقان جماع أسم التوراة والإنجيل والزبور والفرقان يعني كلهم بيتسموا فرقان لأنه بيفرقوا بين الحق والباطل قال أبو جعفر وأولى هذين التأويلين بتأويل الآية ما روية عن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد من أن الفرقان الذي ذكر الله أنه أتاه موسى في هذا الموضع هو الكتاب الذي فرق به بين الحق والباطل وهو نعت للتوراة وصفة لها إذن نهينا كلامك بسرعة الفرقان ليس كتاب آخر طيب الفرقان استخدمه في مواضع كثيرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وبينات من الهدى هو الفرقان حتى في الإسلام إذن هل في القرآن وفي الفرقان نفس المنطق ممكن استخدمه ضدك نزل عليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان في ناس بتسمي القرآن تسميه فرقان هل الله ما عنده أسماء يعني نزل الكتاب على موسى سميه فرقان ونزل الكتاب على محمد سميه أيضا فرقان تفاسير المفسرين الفرقان يعني الفصل بين الحق والباطل الفرقان الفصل بين الحق والباطل الفرقان القرآن الذي أنزلوا على محمد وفرق بين الحق والباطل فأحل فيه حلاله وحرم فيه حرامه وشرع فيه شرائعه وحد فيه حدوده إلى آخره إذن الفرقان في نظرهم هو الفرق أو الفصل بين الحق والباطل ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان هل هارون أيضا نزل عليه كتاب تبارك الذي نزل الفرقان على عبده على محمد يعني هل نزل عليه كتاب آخر غير القرآن وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم بدر يسمى يوم الفرقان لأن المسلمين يقولون فرق بين الحق والباطل وفي الحقيقة يعني لما تقرأ المفسرين هم شوية مش عارفين هل هو الفرق بين الحق والباطل وذلك هو التوراة في قول بعضهم حتى التوراة نفسها تسمى فرقان الفرقان التوراة حلالها وحرامها وما فرق الله بين الحق والباطل الفرقان الحق أتاه الله موسى وهارون فرق بينهما وبين فرعون فقضى بينهم بالحق كل هذه الأمور توضح أن الفرقان هو الفرق أو الفصل بين الحق والباطل الفرقان اسم لكل منزل لأنه فرق بين الحق والباطل والمؤمن والكافر لأن فيه بيان ما شرع من حلال وحرام إذن الفرقان مش حد تفيدك أنه كتاب تاني نزل على موسى نكمل بقية رد الأستاذ فاضل نجد التعبير القرآني دقيق جدا فيما هو في التوراة وما هو في التعاليم الشفاهية اللي بتوازي عندنا السنة أو التعاليم الموجودة في صحف أخرى ففي حال التعاليم التوراة القرآن بمنتهى الوضوح يقول أنها مكتوبة في التوراة مثل حكم إيه؟ حكم أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروحة خصاصة ده موجود في سفر التثنية اللي هي التوراة أو العهد الأديم بتاع المسيحيين هنلاقي في سفر التثنية الأصحاح 19 العدد 21 لا تشفق عينك نفس بنفس وعين بعين وسن بسن يد بيد رجل برجل القرآن قال بمنتهى الدقة إنه ده في التوراة قال إيه؟ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَالْسِنَّ بِالْسِنِّ وَالْجِرُوحَ قِصَاصِ فَمَنْ تَصَدَّقَ لَهُ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةُ لَهُ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا اللي هي إيه؟ ارجع آية الوراء الآية اللي أبلاها بتقول إيه؟ اللي هي الآية 44 في سلطة المائدة إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّورَاتَ فِيهَا هُدًا وَنُورِ يَحْكُمُ بِالنَّبِيُّونَ لَذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَدُوا وَالْرَبَّانِيُونَ وَالْأَحْبَارَ بما استحفظه من كتاب الله إذن الآية اللي بعدها بتقول وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا تُؤْسُطِ الطَّورَاتَ إذن بمنتهى الدقة القرآنية لما تكون الآية في الطَّورَات ربنا بيقول في الطَّورَات لكن لما تبقى مش في الطَّورَات سواء بقى في التعاليم اللي نزلها ربنا على بني إسرائيل في غير الطَّورَات أو في صحف موسى أو في الفرقان لكن مش في الطَّورَات ربنا يقول إيه؟ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل وما ألش فيها وما ألش في الطَّورَات الأستاذ فاضل يعتبر أن الآية 32 لأنها لم تذكر أين كتب الله لبني إسرائيل وتركت الأمر مفتوحاً فهي آية في غاية الدقة لا أدري كيف يقلب الشيء إلى عكسه أنا أعرف أن الدقة هي حين يذكر الشخص مصادرهم بالدقة متنهية لكن أن يتركها عامة فهذا هو الإهمال بعيني وليس الدقة لكن المسلمين يمكنهم أن يحولوا العجز إلى إعجاز والخلط إلى الدقة والأخطاء إلى انتصارات أوضح لكم الآن أين يكمن الخلل في كلام الأستاذ فاضل أولاً التوراة هي الكتاب الوحيد الذي أمر اليهود بالاحتكام إليه ما فيش كتاب تاني اللي بيقول أنه فيه كتاب تاني نزل على موسى من المسلمين لازمهم دليل قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى كتاب واحد الكتاب بالألف والله ما قالش أنه فيه كتب تاني ومن قبله كتاب موسى لو فيه كتب تاني يقول كتب موسى فيه كتب كتير أفمن كان على بيينة من ربي ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إذن الكتاب أو كتاب موسى خلاص هي كتاب واحد هل القرآن دقيق أهو مثلاً يقول وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعدة وتفصيلة على موسى يعني لو كان يقصد بالألواح يعني لوحي الوصايا العشر ما فيهم من كل شيء موعدة وتفصيلة فيهم وصايا عشر وصايا خلاص ماشي من كل شيء وفيه المكتوب هذا مكتوب في التوراة لكن لم يذكر التوراة ذكر الألواح فقط قوله تعالى وكتبنا له في الألواح يقول القرطبي يريد التوراة طبك إنه هو ما ذكرش التوراة هل هذه الدقة؟ طيب نشوف تعني وكيف يحكمونك؟ لاحظ هذه الآية وعندهم التوراة فيها حكم الله الوحيذ التي فيها حكم الله عند اليهود هي التوراة باعتراف القرآن إنه ما فيش حكم الله في أي كتاب تاني وكيف يحكمونك؟ وعندهم التوراة هي اللي فيها حكم الله إذن وكتبنا من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل مفروض تكون التوراة ما فيش كتاب تاني إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار ماستحفظون كتاب الله التوراة هي الوحيدة التي يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا ما فيش كتاب تاني ذكر أنه يستخدم للحكم وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح لماذا ذكر فيها؟ لأنه ذكرت قبلها فكان لازم يذكر أنه فيها لأنه مسترسل في الكلام لكن في الآية الأخرى التي ذكرناها من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل ما ذكرش المكان لأنه مش ما ذكرت التوراة قبلها أين الدقة هنا مثلا نفس هذه الآية في الآن 146 وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شو حمافين ما هو موجود في التوراة لكن لم يذكر في التوراة يبقى قياسا على هذه الآيات نفس الشيء من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل من غير ما يذكر المكان نستنتج أنها التوراة الأستاذ فاضل يعني يلف ودور نكمل بقية رد الأستاذ فاضل الآية 32 في المائدة اللي رشيد استغلها عشان يقول إن في خطأ قاطئ في القرآن دي آية في منتهى الدقة لنا ما قالتشي من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل فيها أو في التوراة قالك إيه؟ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا يعني هذا يعني القرآن ألف بمنتهى الدقة إنه في التوراة وده ألف قرآن بمنتهى الدقة إنه مش في التوراة يقول القرآن قال بمنتهى الدقة أن هذا في التوراة وأن هذا ليس في التوراة فين؟ الآية 32 لا تنفي وجود ذلك في التوراة بل تقول كتبنا والكتابة هنا عن الفرد والتشرية وأصفار الشريعة هي أصفار التوراة فلا تلف حول نفسك وتعتبر ذلك حجة نكمل مع كلام الأستاذ فاطل أنا شخصيا كمشاهد لن أضيع وقتي في مشاهدة فيديوهاتك بعد كده لو أنت فضلت تستغل جاهلي بالقرآن وباللغة عشان تبث في رأسي وفي عقلي سمومك لن أسمع أبدا لإنسان مضلل أو جاهل وأدعو الناس اللي بتفرج على فيديوهاتك حتى من باب العلم بالشيء والفضول ما تضيعوش وقتكم ربنا له قدر في نفوس الناس مش مفروض نقلل قدر ربنا بلنفضل نسمع لناس بتسب ربنا بتشتم ربنا بتشتم كتاب ربنا بتشتم النبي ربنا فاضل سليمان دائما ينصح الناس بعدم مشاهدة فيديوهات دائما يحرد أن الناس لا تشاهد برنامج المفروض أن الذي عنده حجة وعنده منطق ما يخافش من فيديوهات مضللة وليست فيها أي حقيقة نهيك الناس عن مشاهدة فيديوهاتي دليل على عكس ما تقوله أنك تخشى نفيها هو ده الفرق بيننا وبينهم يا جماعة إحنا بنؤمن بكل الأنبياء وبكل الكتب لكن هما لا اليهود ما اعترفوش بسيدنا عيسى ولا بكتاب بتاعه ولا بسيدنا محمد ولكتاب بتاعه المسيحيين ما اعترفوش بسيدنا محمد ولا بكتاب بتاعه إحنا بنعترف بكل الكتب وبكل الأنبياء والمفروض أن إحنا ما نضيعش وقتنا مع الناس المضللين دول آخر شيء أختم به هو فكرة يرددها المسلمون ويرددها فضل سليمان في هذا الفيديو أن المسلمين هم الأحسن لماذا؟ لأنهم يؤمنون بكل الأنبياء اليهود لا يؤمنون بعيسى والمسيحيون لا يؤمنون بمحمد بينما المسلمون يؤمنون بالجميع وبالتالي فهم الرابحون لأنه لو دخل اليهود سيدخل معهم المسلمون لأنهم يؤمنون بموسى ولو دخل المسيحيون الجنة سيدخل معهم المسلمون لأنهم يؤمنون بعيسى ولو دخل المسلمون الجنة لن يدخل معهم لا يهود ولا مسيحيون وللجواب أقول لفاضل سليمان الجنة مش لعبة بوكيمون الذي جمع أكبر عدد من البوكيمونات أو الأنبياء في هذه الحالة سيدخلها بناء على نفس المقياس أستطيع أن أقول لك أن الأحمديين سيفوزون في هذه اللعبة فهم يؤمنون بموسى وعيسى ومحمد ومرزى غلام أحمد وبودة بينما المسلمون لا يؤمنون بمرزى غلام أحمد ولا بودة إذن الأحمد هي الفائز في هذه الحالة الإيمان بالشخص ليس هو الاعتراف بوجوده التاريخي الإيمان بالشخص هو الإيمان بتعاليمه واتباعها كما جاءت في كتبه هو الإيمان بالمسيح هو الإيمان بإنجيله وقراءته واتباع تعاليمه والإيمان بموسى نفس الشيء الإيمان بكتابه واتباع ما جاء فيه لا يكفي أن تقول كان هناك نبي اسمه موسى وكان عنده كتاب لكنه حرف ذلك ليس إيمان هو وعدم الإيمان سيان سؤال جريء لك في الأخير أستاذ لماذا تشاهد فيديوهاتي وأنت تنصح الناس بعدم مشاهدتي مش عيب؟ أتقولون ما لا تعملون؟ مع تحياتي موسيقى